بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشابتر 1 اللي هو المقدمة عن كورس الفونديشنز انجينيرينج 2 فهناخد بار 2 ايه هو محتوى الكورس بتاعنا الكورس بتاعنا عبارة عن 7 شابترز الشابتر الاول اللي احنا بنتكلم فيه وهو عبارة عن مقدمة عن الكورس واهداف الكورس ووصف الكورس والمكونات بتاعت الكورس وكمان المراجع اللي احنا استخدمناها في تجهيز هذا الكورس اما شابتر 2 هنتجي بقى نخش في التصميم بتاعنا هناخد تصميم الاساس المنفصل او الاساسات المنفصل او الاساسات المنفصل او الاساسات بس مش هناخدها زي ما اخدناها في اساسات واحد ان هي معرضة لقوة ضغط فقط ولكن هنبتدي نتكلم لو هي متعرضة لأكسنتريك فورسز شابتر 3 برضك هنتكلم عن الستريف فوتينج هتقولولي والله انت خدت الستريف فوتينج ديت في اساسات واحد لا احنا اخدنا في اساسات واحد الستريف فوتينج اللي هي عبارة عن حيطة وتحتيها الاساس بتاعنا لكن احنا في الكورس بتاع دا هنتكلم لو في عندي بعض العمدان وبعض العمدان ديت هنربطها بكاميرا والكاميرا ديت هتبقى تحت الستريف فوتينج شابتر 4 هنتكلم برضك عن الكمبايند فوتينج بس سبجيكت اما شابتر 5 فهو عبارة عن تصميم الرافت فونديشن باستخدام الكونفينشنال ميسود لا احنا في الكورس بتاعنا هندرس الابروكسيمايتد ميسود ازاي نصمم الرافت فونديشنز الشابتر 6 وده يمكن اطول شابتر هو شابتر 7 اللي هو عبارة عن البيل فونديشنز او اسات الخوازيق واسات الخوازيق ديت هنبتدي ناخد انواع الخوازيقة وهناخد ازاي نطلع البيرينج بس بتاعتها وازاي نحسب الاند بيرينج والسكن فريكشن بطرق مختلفة وبعدين هنعرف ازاي بنصمم البيل كاب اخر شابتر بتاعنا اللي هو هناخد ايها انواع الريتينج استراكشر وازاي بنصممها وازاي المبادئ او البرينسبل بتاعتها اللي بنصمم بيها الريتينج استراكشر لو اتكلمنا عن المراجع اللي عندنا طبعا فيه عندنا البرينسبل مرجعين دولت من المراجع المهمة جدا لهندسة تلسات واحد او اتنين مرجع محترم للاساسات عموما شكرا شكرا